مين السبب إلي ميسي زال ومرديش يديك التشيرت بتاعه هو بني شغيره إيه بقى بتاع المصائف كلها إينه إينه إلا حاصب هو شهل إيه تايدي عشان ناس تسمعوا كمان مين السبب إلي ميسي زال ومرديش يديك التشيرت بتاعه حلو أنا خدت التشيرت بتاعه هنا في الماتش المقوية ها 2007 حلو كان متساطاشا طبعا كان لسه هو لسه صغير فس بس بدأ بقى ميسي فقلت داي لازم بقى ايه أخد تي شيرت رقم عشرة فنزلت الملعب ماتش بتاع اللي كان في ويمبلي دولة ويمبلي كان فيها برشيولونا وسيلتك فأنا اتكلمت معاه وهو نزل الملعب وكان نزل الشوت تاني اتكلمت معاه ولتوله أنا أخد تي شيرت بتاعك وهو مؤدب جدا يعني هو أكيد مش فاكر بس هو بيتكلم عادي ونفسي في تي شيرت رقم عشرة اللي خلاص بعد الماتش يعني كوا طبعاً كابتن إينو دردغو ده نزل من هنا وقدتن إينو إيه طار بينه وبينه ضرب 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 فميسي طبعاً رح متعصب رح ضرب إينو بالرجل هو وقع على الأرض فإينو رح موطيله وقاعد يقول له انتو مانين هو مش حافظ غيرها مانتو عايز يقول له كمل فمش عارب فطبعاً اتعصب بعد الماتش بقى يعني هو ما شوف ميسي بالطريقة دي كده رح ضربه بتاعه فبعد الماتش فهو في لقطة حتى أنا بقى لعى تي شيرت بتاعه فهو قال لي جوه يعني عشان جوه كان برد شوية فدخلت جوه فجيت بقى بعرب منه الجرد بقى رحومه وقفين خلص ما عارفش خلص بقى خلصت كده كله بسبب معتاز ديين لكن المعتاز ديين عارف النيد هتاخد تي شيرت بتاع ميسي بعد الماتش لا او ما كنش عارف بس هو طبعاً يعني انو مش عارف نزل الموضوع طار بينه اه خد الموضوع معك اه وميسي رقصه في الماتش كبري على طول بعد ما ضربوا بعدها بدقتين رح مديرو كبري على طول ميسي والله زي ما كنوا والله لو متفقين مش هيحسب كده بنتين منه بس بنتين منه بطريق ميسي يعني اه قال لي انا شرف ليه قال لي هتنزل في الفيفا والبيس وبتاعنا باخدوا الكبري اصلاً او مش فارق معا الكبري او فارق معا ان هو هتطلع في البيت او فارق ان هو زعق لميسي ميسي بقى اصلاً في الماتش ده بشكل عام يعني كان ماتش وينبلي ده تحديد انا فاك مين اللي كان مسكو اينو بس ولا كان بيه هو جالي في كورة والجمعة جاله في كورة وجيل اينو وهو بتحمر انا اجي اربع كور بيني وبينو اطعتهم يعني هو في واحدة هو بيستلم استلم التلط انا قريتها والفيديو موجود بس لكن هو لا هو اي اميسي اللي عادة من العالم كله معداش من احمد السيد لا هو معداش هو حظي كده يبتطول منه هو برضو خالباك نزل اعتقد هو كان راجع من الصابة فكان بيلعب زي بلاي ميكر كده فرص الملعب على هادي يعني هو بيحرق كورة طبعا هو لو فتح كان هلانا طبعا رفض فالته ترجمة نانسي قنقر